أعطيني مثل عملي ما الذي لماذا في اليوم الهاشتاغ أنا وليت أمري أعطيني 3 أمثلة أفهم ما الذي تفتدينه أنا أعطيك الأمثلة التي نطالب بتغييرها أنا أرصد لك الأنظمة التي رصدناها في الخطاب رفع لخادم الحرمين الشريفين ورفع للملك عبدالله رحمه الله ورفع لمجلس الشورى ورفع لهيئة كبار العلماء هي كلها نقاط محددة أولا الأنظمة الوضعية التي تمثل في الموافقة على العمل الموافقة على الدراسة الموافقة على بعض العمليات الجراحية الموافقة على استلام السجينة عندما تخرج من السجن حرية التنقل الإذن بالسفر أشياء كذا هذه ليست من الدين ولا حرية السكن يعني زي الأخت سعاد من حقها كانت تسكن في بيت مستقل مدام أنه وضع بيت أخوانها وهذا ما يناسب فهي أشياء وضعية لا تتعارض مع الدين ولا تتعارض مع العادات هذا حقوق بشرية حق بشري